من جانبه يسعى فريق الطلبة الى تحقيق الانتصار بمباراة الدربي امام الزورة لارتقاء سلم الترتيب الدورية هذا الرجل يفكر بحكمة وحنكة ويرسم الاسلوب والتكتيك الذي ستلعب عليه كتيبة الطلاب عندما تواجه الفريق الذي لم يهزم بعد فريق الزورة معنويات الطلب ارتفعت منسوباتها المعنوية وزاد ثقتها بعد المباراة الاخيرة امام الميناء فالفريق عاد بقوة الى شخصية البطل التي تخلى عنها في بدايته هذا الموسم وقلب النتيجة الى فوز مستحق احنا الان في مرحلة بناء وتكوين الفريق اليوم عندنا اضافات جديدة ايضا للفريق ستشارك في هذه المباراة اللي نتأمل انه احنا من خلال هذه المباراة المتبقية من المرحلة الاولى انه من خلالها نحاول انه نحصد ما نستطيع من نقاط سواء مع الزراء او الفرق الاخار وايضا نقوم بتهيئة الفريق وبناءه حتى يكون انه في المرحلة الثانية فريق ذو قيمة فنية عالية وايلا مكان ايضا في بطولة الدورة يكون اقوم صعب ديربي يشبه الغموض والضبابية فالتوقعه ستكون خارج التكهنات لان حمد مستعد لهذه المواجهة خاصة وانه يعرف الزراء مسبقا بالتالي فان عينه على نقاط هذه المواجهة التي ستعزز مركز الفريق في سلم الترتيب مباراة بنسبة مهمة صراحة اثبات ذات امام الجميع يمكن يكون بعض المشكلة في فريق التالي بفريق غير جيد لكن الحمد لله فريقنا فريق جيد كادر تدريبي جيد خلى نفسي الفريق خلى شخصي الفريق الحمد لله يشكر ممكن المباراة السابقة امام الميناء يمكن ظهرنا بصورة طيبة امام الجميع ان شاء الله مباراة نكمل ما بنيناء امام الميناء يصعد كمستوى وكنتائج الفريق كان يحس صارت عنده هوية البطل او هوية الفوز تقريبا اكيد فريق الزوراء فريق محترم فريق كبير لكن فريق الطلبة ايضا يمتلك كادر تدريبي ولاعبين محترمين مع المستوى اعتقد المباراة ما اخفى عليك مباراة صعبة امام الزوراء لحد دانا لم يتلقي اي خسارة المقارنات بين الفريقين لا يمكن ان تتساوى فالزوراء بطبيعة الحال هو المهيم على كل شاردة وواردة في هذا الموسم عكس الطلبة الذي استعاد اناقته مؤخرا من بغداد على هيتشل العراقية الرياضية